هذا هو اليوم الذي انتظره سكان جبل الرحمة في مدينة الخليل منذ عشرين عاما مفاوضات عسيرة مع الجانب الإسرائيلي أصفرت كما أعلنت جهات رسمية عن موافقة على فتح الشارع جاء جنود الاحتلال وبدأت الجرافة بإزالة البوابة راقب السكان المشهد بسعادة ظنا منهم أن مأساتهم قد انتهت قبل أن يكتشفوا أنهم خدعوا وأن البوابة قد أزيحت عدة أمطار فقط لتكون تحت مراقبة صارمة من قبل الجنود المتمركزين على برج مراقبة عشرين سنة ونحن نستنى عشان أدمولنا بس خمس متر ويغلقوه هاي مغلق وتقدر ان تتصور على الكاميرا كيف عاود أغلقه يعني ما فيش على أرض الواقع ولا أي إنجاز نهائي هذا مش إنجاز هو مزيد من التعطيل مزيد من المماطلة بالوقت ويعني شو خمس متر وعشر متر شو استفاد الشارع شو استفاد السكان اللي احنا عادي نجوه هذه المنطقة أشبه بلعبة متاهة فلوصول المواطن إلى بيته عليه أن يركن مركبته خارج الحي ويترجل مشيا ثم يتجاوز عدة حواجز ويخضع لتفتيش دقيق والأدهى أن لكل مواطن رقما خاصا فعماد مثلا لن يستطيع الوصول إلينا بلا رقمه أنا معي رقم 810 810 في حالة إذا بدأ أنا أدخل البيت رقم 810 أي صديق أي إذا والدي بدأ يجي أو والدي لا يسمح لهم بالدخول إلا بعد التنسيق مع ضابط الحاجز أو ضابط المنطقة الموجود في ذلك الوقت أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية نحو 18 شارعا وسط مدينة الخليل منذ عام 2000 وزرعت نحو 20 حاجزا ونقطة تفتيش ونشرت مئات الجنود لحماية هؤلاء وهم جزء من 600 مستوطن أصروا على السكن داخل مدينة الخليل لمعتقدات دينية وهم يتمتعون بشوارع مفتوحة وتسهيلات خاصة بعكس من يجاورهم من السكان الفلسطينيين هي أشبه بمصرحية هزلية نفذها الاحتلال في هذا الشارع الحاجز أزيح 15 مترا فقط الطريق ظلت مغلقة والبوابة ظلت موجودة لتنقص من حياة السكان وتزيدها تعقيدا من مدينة الخليل عبدالحفيظ جعوان العربية لراضي الفلسطينية